وسط اشتداد وفقة الازمة الانسانية في مدينة تعز مجلس الامن الدولي يدعو الحوثيين الى التوصل لحل سياسي وفتح معابر المدينة ففي اجتماع له دعا مجلس الامن الحوثيين الى الفتح الفوري للطرقات في تعز وعبر عن القلق الشديد من التبعات الانسانية لاغلاق الطرقات في المدينة ورحب المجلس بتمديد الهدنة في اليمن شهرين اضافيين مثنيا على الاجراءات التي اتخذتها الجهات في اليمن للحفاظ على الهدنة كما اعرب المجلس عن اماله في ان تترجم الهدنة المعززة الى وقف دائم لاطلاق النار وتسوية سياسية شاملة تحت رعاية الامم المتحدة داعيا الاطراف اليمنية الى معاصلة مشاركتها مع المبعوث الاممي والتفاوض هذا وحملت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي مسئولية تعثر السيناء في مفاوضات فتح المعابر والطرقات في تعز برعاية الامم المتحدة في العاصمة الاردنية عمان وقال رئيس فريق التفاوض الحكومي عبد الكريم شيبان ان فريقه متواجد في عمان مشيرا الى ان استمرار غياب وفد الطرف الاخر منذ ايام يعرقل سير المفاوضات وكان المبعوث الخاص للامم المتحدة قد اعلن الخميس ان الحكومة اليمنية والحوثيين وافقوا على اقتراح من الامم المتحدة بتمديد الهدنة لشهرين اضافيين قبل ساعات من انتهائها واستآمال بتنفيذ بنود الهدنة ومنها اعالة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء وفتح الطرق في مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ سبع سنوات وصرف مرتبات موظف الدولة المنقطعة من عائلات ميناء الحديدة